فجأة النهاردة الاتحاد الأفريقي أو اللجنة المنظمة من باب أحرى لأن الحقيقة بحدش يظلم الاتحاد الأفريقي لأنه هو في البطولة بتاعة الدور الأفريقي كما الزوج يعني آخر من يعلم هو مش مطلع بحاجة في البطولة دي إلا بحاجتين أو ثلاثة هو مسؤول عن تعينات الحكام مسؤول عن تعينات كشف المنشطات وتلقي الشكاوة والاحتجاجات غير كده ويحيلها لللجنة المنظمة اللجنة المنظمة شركة إيطالية من قبل الاتحاد الدولي هي المسيطرة والمهيمنة مسؤولة عن التسويم مسؤولة عن الجداول مسؤولة عن النقل والطيران مسؤولة عن الحجوزات مسؤولة عن الجوائز كافة الأمور كلها من اختصاص الجهة للشركة الإيطالية وبالتالي اسفج أتا من اللي بحدد الملاعب وموعيد المبراد اللجنة المنظمة الإيطالية الإيطالية التحدي الأفريقي ما عندهش غير اختصاصين قلتلكو الحكام والمنشطات وتلقي الشكاوي وتحويلها بحكم أنه هو الموقع بس عنده ملف الحكام ده خطير جدا هو اللي بعين الحكام يعني كانت حقيقة الشركة الإيطالية بالمرة خدت ما على أساس أنه لجنة الحكام في الكاف هيجيب حكام من نوع من التنضر المباراة في بيريتوريا كان المفروض هتبقى يوم الحد قاله سانداونز نصف نهائي للدور الأفريقي كان المفروض المباراة هتتلعب حسب ما هو أعلن الساعة 7 مساء فجأة تم الاستجابة للطلب سانداونز أن تتلعب ثلاثة العصر يعني المباراة يوم حد وما سبقش أنهم لعبونا يوم حد باستمرار مطشطنا في جنوب أفريقيا بتبقى السبت في الويكيند بتاعه تلعب الحد وتلعب الساعة ثلاثة العصر بدل ما تلعب بالليل في مباراة مسائية وجنوب أفريقيا مش دولة فقيرة علشان تتكلم على ترشيد الطاقة غريبة جدا هل ده استدراج للأهلي لفخ الظهر نفس السيناريو كان جئ من مدة كده قالك إن الاتحاد الإفريقي سيبك من المسؤول دلوقتي قرر إن ما فيش حد يلعب الظهر واللي ما عندوش ملاعب يلعب بها في إضاءات يشوف له ملاعب بره دقارات ده كان الكلام ده تقال من يمكن من سبع تامن سنينة ولا عشر سنينة أيه إيه النكسة اللي حصل التاني في مساء انت تترجع تلعب الظهر يعني إيه المبرر ما انت كان ما تطلب تلعب الظهر لازم تقدم مبررات مش كده أيه تم تلعب الساعة 12 الصبح يعني هو كل واحد ومزاجه ولا يه طيب الحقيقة هي ما بين التلعب وما بين أزمة البطولة الدورة الأفريقي بطولة بتتلعب لأول مرة القواعد فيها ما هيش أحسن حاجة كلها قابلة للخرق والتعديل والتنظيم ولما بيتكلموا بيتكلموا ما احنا بنجرب بنجرب في بطولة من ثمن أندية على أمل أن الدورة الجاية زي ما قال متسبة هتبقى من 24 نادي طيب أنت بتجرب في الثمن أندية ظروف الطيران أديكوا عرفتوا الفرق بين أفريقيا وأوروبا ظروف الطيران مبدئيا أفقدت الأهل لعب مهم زي عالم علول لأن أنت حطيت معاد مباراة في بداية البطولة على طول ملحومة في نهاية الأجندة الدولية للمنتخبات وإنت بتكلم على الثمن أندية الكبيرة في القرى لازم أن تحط في اعتبارك أنه من الطبيعي أن الثمن أندية الكبيرة دول يكون عدد كبير من لعبيهم من الدوليين فبالتالي مرتبطين أثناء الأجندة الدولية بمنتخبات بلادهم الأهل فقد وجود علم علول ورح له جي قال لب ديانج وكان اعتذر تاوى عن منتخب جنوب أفريقيا جات مشكلة الطيران تاني وده الفرقات اللي بين أوروبا وأفريقيا إن ينبى بعسته في وقت متأخر جات تنزل في الدار البيضة ما معاش تصريح السلطات المغربية مرضتش تنزلها لفت ورجعت بلدها اضطرت اللجنة المنظمة تأجل المباراة يوم كمان فتأجلت لغاية النهاردة الوداد بيلعب الشروط الثاني حاليا متقدم على إن ينبى 3-0 في الشروط الأولاني وكان كسب أصلا في نيجيريا 1-0 فبالتالي تقريبا الوداد صعد للقاء الترجي لأن الترجي كمان وراخر النهاردة تغلب على منزل بـ 3-0 وكان مهزوم في الكنغ 1-0 فصعد الترجي ومعاه الوداد عشان يكون صدام عربي في نصف النهائي الجديد اللي عندك في البطولة إنك باستمرار في مشاكل في الحجزات وفي التأشيرات الناس اللي كانت بتقارن أفريقيا وأوروبا الأوروبيين بيدخلوا كل الدول الأوروبية بدون تأشيرة أنت النهاردة الأهل بيلعب مع سنبا والجهاز الإداري واخد تأشيرة أنجولا وتأشيرة جنوب أفريقيا مش عارف هيلعب إمتى مش عارف هيلعب مين مين فيهم اللي هيصعد في وقت متأخر كان المفروض الكابتن خالد بيبو كان معتاد هو والمهندس سابير عادل يسافر ويرتبوا معرفوش يحجزوا وسافروا جنوب أفريقيا قبل البعثة بيوم لأنه كمان كانت المسألة مش متأكد أنت هتلعب مين هتروح أنجولا ولا تروح جنوب فدي كلها من أزمات الطيران والتأشيرات والمسافات اللي بتخلي واقع أفريقيا هو ده الناس كتيرا كانت بتستسهل المقارنة بين أفريقيا وأوروبا ويقعد يقول لك شوفوا أوروبا بيحصل فيها إزاي ما بتتأجلش مطشات أديك النهاردة مع اضطرار مشاكل الطيران بتتطر تأجل إنما فكرة أن أنت تفاجئ الأهلي قال إيه وفقت للأهلي على طلبه أنه يلعب يوم الأربع يعني أنت هتلعب الحد وهتجي تلعب الأربع تلعب الأربع هنا بدل ما هتلعب الساعة أربعة العصر لا نلعب تمانية بالليل فأوساط دي وافق لساندونز على طلبه طلب الآهلي كان طلب الحقيقة التسويقي كمان مهم للشركة وانت بتتكلم على عايز حضور جماهيري انت حطت ليوم الأربع المباراة في وسط أيام يوم عمل وحطت هالي بعد الظهر فبتصعب حضور الجماهير فالآهلي كان بيتكلم على مطلب تسويقي يساعد على إنجاح البطولة والمباراة بحضور جماهيري أكتر فتوفق له على طلبه المنطقي ان انت بدلها تلعب أربعة ألعب تمانية ده منطقي جدا لصالح البطولة نفسها لكن اللي صالح مين ان انت تلعب في عيز الظهر لصالح مين غير ساندونز في محاولة الاستدراج الأهلي للتوقيت الصعب اللجنة المنظمة نفسها لما حطت الجدود حطت المباراة دي الساعة سبعة مساء مراعاة لظروف التسويق ايه القوة الجبرية اللي خلت الشركة الإيطالية اللجنة المنظمة تردخ لطلب ساندونز واتراد الأهلي بكلمة ما احنا وفقنا على طلب تحريك المباراة لتمانية مساء اعتقد المسألة كان فيها نوع من عدم المنطقية في الأسباب التسويقية لأصل ليه كان مختار للمعادة الساعة ثلاثة أنا هنا ماتش العودة ليه كان مختار لهذا المعادة علشان ظروف النقل التلفزيوني هو منسق الموعيد طيب دلوقتي تعدلت ظروف النقل لا لكن احنا شوف بقى يمكرون سيبهم يمكرون ويمكرون الله ولكن احنا ناخد بالأسباب والركز وناخد بالصعبات دوافع جزء من مشكلة البطولة الحكام والحكام الحقيقة عشان الناس تبقى عارفة اللجنة الجديدة في الاتحاد الأفريقي شالت الوش القديم لقيت عدد كبير من الحكام يعني مساهم الضر والناس كتيرة تكلمت على أخطاقهم الكبيرة الفادحة الغريبة العجيبة المتكررة فقال لك انسف حمامك القديم أم تخلص من كل الجيل الكبير وبدأ يدي فرص للجيل الجديد وبدأ يعمل مشروع الحكام المحترفين العشر حكام اللي بيصرف عليهم لكن الغريب بشجاعة إسناد المباريات الكبيرة لحكام صغيرين المسألة الحية حتى الآن محدش بيدفع تمانها إلا الأهلي المتابع لكل المطشاط الأهلي الكل أجمع على أنه في مباراة سينبا في دار السلام له ضربة جزاء شديدة اللوضوح للكهرباء حتى أن كلنا رئيس لجنة العكام في الاتحاد الدولة وهو حاضر كان مستغرب أن الحكم المرتاني إزاي يروح الفار وميحسبهاش ووجه له لهم شديد جدا وممكن ده يأثر على وجود الحكم المرتاني في كاسر العالم تحت السبعة نتوقف هنا اللعظة بس الشغل الكلام اللي ما يخشش العقل ده لما يبقى فيه فار وفيه رئيس اتحاد الدور رئيس اتحاد الإفريخي قاعدين والأخطاء الفجة دي تحدث بما يودي يقول لنا كلنا أعظم حكم مش هنقول في التاريخ تقريبا يعني يقول هذا الرأي بلا تحافظ وما يقول لش تأثير على المطش اللي بعدي يعني تقول إيه طب دي هيزبط الأداء في المطش اللي بعدي تتكرر الأخطاء بنفس الفجاجة وبنفس الوضوح المريب ما تقولش بقى أخطاء وناس صغيرة وناس كبيرة دي مش أخطاء أستاذ إبراهيم أنا خلاص دماغي من قول ما جاء الفار ما حدش يكلمني في أخطاء عندك درجة من درجات التقادي والتأني وإن كده أصبح التلعب ممكن يبقى في نقل الصورة في زاوية التصوير في الحاجات دي لكن الكلام لما نبصت ليه حتى الصورة اللي بتتعرض من الفار على الناس بعد كده لا واضحة واضحة فما دي مش أخطاء شوفونا سبب إيه اللي بيحصل غير إنكو كفاء على الأهل كفاء على أهل أقول إيه طيب وما اللي يقول ديني سبب الديني سبب إنه أخدش حق أشمعنا الأهل إن كل ماتش كل ماتش بالمعنى الحرفي تم إضاعة البطولة بتاعتكس السوبر الإفريقي بنفس الطريقة رايح جايف أمام سينبا بنفس الطريقة ودخلت من أصعب من أصعب تنادي وأصعب بوابة اتنين اتنين هناك واحد واحد هنا لو لأن الهدفين بتوع النادي لالي لا يمكن الكلام فيه لا يمكن وتحرمت من جورين تم إلغاءهم بدعوة وتحرمت من ضرب الجزاء واضحة وضوح الشمس يعني تتكرر نفس الأخطاء وعلى الأهل يبطلت ماتشاة الإفريقيية اللي تلعبوا حتى الآن المعاناة للنادي الأهل تحكمية حط جنبقى بقى المعاناة قبل الصفر إنك مش عارف هتلعب الساعة كام إلا في آخر وقت وإنك مش عارف تعمل برامجك التدريبية بناء على هذا الكلام إلا في آخر وقت يخليك تقول إيه ما إحنا بقى لازم نفهم إن مناش الله بعضنا يا جماهير الأهلي والناب كفايا جلدي زاد شوي حنقول إحنا متضايقين حنقول إن إحنا مش عجبنا كده حنقول ما يصحش كده لكن نوصل إن إحنا نتمادى بالسخط إن إحنا نبقى أداة ضغط على ما هو قادم من مباريات ونجرد فرقنا من نسعى منه ثقة ده خطر جد طيب ترجمة نانسي قنقر